السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم حبيبي النهاردة بقناة فكرة جيشة. النهاردة ان شاء الله جايبالكم وصفة حلوة قوي للتخسيط. وصفتنا النهاردة بإذن الله طحفة جدا. الوصفة بتاعتنا النهاردة اه مقونات بسيطة وسهلة. يلا بينا نشوف ايه الوصفة بتاعتنا دي ونعملها مع بعض. تتابعوني الاخر الفيديو. ولو اول مرة تدخل القناة دي وتنسيش تشترك معي ونضغط على زر اشتراك او سبسكرايب عشان تتبادي بكل الوصفات اللي احنا بنقدمها ان شاء الله. واشتركوا معي في مواقع التواصل الاجتماعي. نسمى لكم فيه صندوق الوصف. يلا بينا نشوف وصفتنا ونعملها مع بعض. ان شاء الله بازن الله هنعمل مع بعض النهاردة وصفات سهلة وجميلة جدا. ونتجتها حلوة قوي قوي. خاصة الوصفة الاولى اللي انا هعملها دي. وانا حبيت ان انا عمل مع الفيديو ده كزا وصفة. عشان لو انتي مش حابة تعمل وصفة دي. ممكن طاعتنا النهاردة والاساسية الجميلة جدا جدا. ان شاء الله بازن يا جيب نتيجة حلوة معاكم. آآ ناس حبيبي اجربوا الوصفة دي. وجابت نتيجة معاهم. والحمد لله قلت ان انا لازم انزلها لمتابعيني. وان شاء الله بازن ده تعجبكم. سهلة جدا وبسيطة. اي الوصفة ديت واحتاج فيها ايه? انا احتاج فيها مكونين اتنين. ولو عايزة تحليها هنحتاج معانا عسل النحل. طيب اي المكون اللي انا استخدمه النهاردة ده عشان استخدمه في الوصفة بتاعتي. ان انا هعملها معاكم دلوقتي. المكون اللي انا هستخدمه ده ان شاء الله هو آآ قلب الكوسة. الكوسة اللي احنا بنستخدمها في المحشيات. هتجيبي الكوسة وهتقوري قلبها كده. او ممكن تقشريها بس لو قشرتيها يعني قشر القشر كتير. بلاش تاخدي الكوسة باشرع يعني قشر القشر مرتين. بس يفضل زي ما انا بقولك كده هناخد القلب بتاع الكوسة اهو بعد ما اوورناها. وهنعمل ايه بقى? هحتاج معايا برضو هنا كوب من اللبن ويكون لبن آآ خالي الدسم. يعني ما يكونش لبن دسم. آآ ممكن تستخدميها تحطي مية او نص كوب لبن على نص كوب باية مية. تمام? هنعملها ازاي? هناخد معانا هنا. انا معايا هنا الكتبة بتاعتي او الخلاط اهو سواني. معايا هنا الكبه اهي. هبدأ اعمل ايه? انا معايا هنا القوسة بعد ما قطعتها هضفها بعد ما ما قورتها وخدت اللبابة بتاحتها من جوه. هضفها في الكبه بالشكل ده اهو. وزي ما قلتلك انت لو حب ان انت اه تقشريها بس تقشري منها جزء كتير. آآ وهتاخد الكوسة وتقطعيها. معايا هنا يعني ده تقريبا بمقدار كده. آآ يعني لو احنا قلنا اللبابة بتاعتها الكمية زي ما انت شايفة كده هتاخدى حوالي سبع او تمن كوسات وتاخدى البابة بتاعتها من جوه. التقوير اللي احنا بنقوره ده. ماشي. وبعد كده وبعد كده معايا بقى هنا آآ قبات اللبن دي لازم تكون خالية من الدسم. يعني تجيبي لبن ما يكونش دسم. ممكن تاخدى بنص لبن والنص مياه. وهبدأ اضيفه بقى على الكوسة كده. اهو. اللبن بتاعي كده. وهطحنه كويس جدا. هنطحنه ونفرمه قوي بحيس انه يبقى معايا عامل زي العصير كده. بعد ما طحنتها وبقت معايا اهو الكوب اللي انا هشربه ان شاء الله كل يوم قبل الفطار هنشرب الكوب ده. الكوب ده انا هتكتو ايه? فيددو ايه? فيددو ان هو ان شاء الله بيعمل تخسيس للجسم وبيعمل آآ بيحسسك بالشبع يعني انت لو شربت الكوب ده كل يوم قبل الفطار بنص ساعة هتحس ان انت شبعانة ومشجعانة خالص كمان بيخليك متكلش كتير آآ لان الكوسة طبعا احنا عارفين انها آآ جميلة جدا وخفيفة على المعدة آآ بس استخدامنا لها بالطريقة دي بتحسسك بالشعور بالشبع وبالسد الشهية وتخليكي شبعانة وما انت شجعانة خالص. الحمدق دلوقتي اعمل الوصفة التانية والوصفة التانية دي هنشربها بالليل قبل النوم يعني الوصفة دي هنشربها السبح ان شاء الله بتسد الشهية وبتحسسك بالشعور بالشبع وكمان بتعمل تخسيس حلو قوي للجسم. الوصفة التانية دي بقى هنشربها قبل ما ننام. عبارة عن ايه بقى? الوصفة التانية دي. اول حاجة هحتاج كتعة صغيرة من الجنزبيل. الجنزبيل الفريش ولو عند الجنزبيل بودر عادي ينفع معنا برضو. انا هاخد كتعة صغيرة بس من من الجنزبيل هحتاجها معايا. معايا هنا برضو آآ حبة واحدة من الخيار ولو كبيرة زي دي كده ممكن تاخد نصف حبة واحدة فقط. ماشي. ومعايا هنا حفنة صغيرة من البقدونس مش الكزبرة. البقدونس حلوة قوي قوي للتخسيس. آآ حتى لو انت ضحانتي آآ حزمة من البقدونس كل يوم وعصرت عليها لمونة على كوباية مية وشربيها. تخسيس جميل جدا وبتحسسك بالشعور بالشبع ان شاء الله. هعمل ايه بقى دلوقت انا? انا هاخد كتعة صغيرة كده من الجنزبيل. اهي. هبدأ اقطعها بستكينة. اهي. انا معايا كتعة زي دي كده اهي. هنخرطها الاول كده. اهو. ومعايا بقى هنا الخيارة. هاخد برضو آآ الخيارة لو كبيرة زي ما قلت لك ممكن تاخد نصفها كفاية قوي. اهو. وايه هبدأ اقطعها كده. كده معايا. انا معايا هنا بقى المكونات اللي انا قلت عليها اهي. هعمل ايه? هجيب بقى. هجيب ايه? هنجيب الكببة بتاعتنا اول خلاط. وانا هحتاج في الوصفة دي تكوب من اللبن. آآ من المية سوري. كوب من المية احنا عملنا الاولانية باللبن. آآ اما الوصفة دي هعملها بالمية. هضيف هنا الجنزبيل زي ما هو كده. هضيف الخيار. كمان معايا هنا البقدونس. اهو. حفنة واحدة من البقدونس. انا طبعا غسلاها ومخرطاها. اهي. هنضيفها في الكببة بتاعتنا كده. وهضيف عليها هنضيف عليها كوب واحد من المية. اهو كده. وهبدأ اضربها بقى واطحانها كويس جدا. بعد ما طحنتها بقى معايا الكوب الاقدر الجميل ده. طعمه لذيذ جدا جدا. ومعايا برضو الكوب ده. الكوب ده هشربه الصبح والكوب ده هشربه بالليل. ممكن العشا بقى يكون حاجة خفيفة جدا. يعني ممكن تتعشي حاجة فاكهة. اه تفاحة. اه ممكن تكلئ حاجة خضار. اه الوصفة ديت لازم معاها ما ناكلش كتير. يعني حاولي قليلي قوي. اللحوم اه اه حاولي تكلئ السدور. اه كل مشويات زي السمك المشوي او برضو ممكن عرب التونة. لو مشيتي على نزام الرجيم اللي انا قلتلك عليه ده مع الوصفات دي الصبح وبالليل. هتخس في اليوم ما يقلش عن تلاتة كيلو. وصفة جميلة جدا يا بنات وتحجر بيها وتشوفي نتيجتها حلوة قوي قوي ان شاء الله. آآ كمان عايز اقول لك ان انت ممكن آآ تكلي زبادي اللي هو زبادي الضايت. الفاكهة ممكن تتعش بيها بالليل. جنب الكوب اللي احنا عملناه ده. ده اللي احنا هنشربه بالليل وده اللي هنشربه الصبح. نتيجة جميلة جدا ان شاء الله بازن الله. لو مشيت عليهم لفترة. اسبوع او اتنين وهتشوفي تخسيس طحفة جدا. آآ بازن الله وبتحرق وبتفتت الدهون بس قام حاجة. قال لي المقارونة. قال لي الرز. اعملي تمرين شفط البطن باستمرار اللي احنا دايما قلنا عليه. وان شاء الله بازن الله هتشوف النتيجة طحفة جدا للتخسيس. من برضو الحاجات الحلوة اللي عايز انا ببيك ليها في التخسيس اشربي مية كتير. الناس اللي بتقول المية بتعمل كرش وبتعمل بطن. لأ. المية بتعمل تخسيس حلو قوي بس اهم حاجة ما تكونش على الاكل. يعني تشربيها آآ بين الوجبات قابليها بساعة قبلها بنص ساعة. يعني قبل العشاء ممكن تشربي مية كتير. قبل الغداء. قبل الفطار. حاولي تشربي في اليوم ما يقلش عن لترين مية. انا عارفة ان الشتة الناس ما بتشربش ياما. بس حيفيدك قوي شرب المية ده. بيحرق الدهون وفعلا بينزل الوزن. يعني فيه ناس بتخسن بالمية واللمون فقط. من غير ما تضيف عليها اي حاجة. تمام? دي كانت الوصفات بتاعتنا سهلة وبسيطة وان شاء الله نتاجيتها حلوة. اعملوها وتستفيدوا بيها بازن الله. آآ وان شاء الله الوصفات دي مجربة هتعجبكم. اي اسئلة ليكم اكتبوها لي في الكومنتات وان شاء الله برد عليكم. خباب قلبي يا رب الفيديو النهاردة يعجبكم ووصفتكم نتاجيتها حلوة معاكم. عايز اعرف رأيكم في الكومنتات. اكتبولي قراءكم واكتبولي وصفات اللي انت تحبوا تشوفوها على القناة ان شاء الله بعملها لكم. وما تنسوش لايك للفيديو وشيري لتحبكم عشان يستفادوا. وان شاء الله استنوني في فيديو جديد ووصفات جديدة مع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة